موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات الصف السابق بسم الله الرحمن الرحيم نأمل من الله أن يجعلنا بداية مليئة بالتفائل والأمل وأن يزيل هذه الغمة عن بلدتنا الحبيبة الكويت موسيقى لو نكمل معكم تسلسل الدروس لأن وصلنا درسنا لليوم الأخراج النهائي تسلسل الدرس الأخراجات المختلفة وكيفية توظيفها ثانيا الأخراج بالدانتين ثالثا دمج الخامات والمواد الحديثة لإظهار جمال الفكرة رابعا قواعد الأمن والسلام وهذه بعض من الصور للأخراجات المختلفة الأخراجات هو أضافة شكل جمالي للمنتج لجعله ذو طابق مميز وجدام الأخراجات كثيرة ومتنوعة سنتعرف على بعضها التي من الممكن تنفيذها بسهولة أولا الأخراج بالاستانسل يتم تنفيذها بعدة طرق ومنها الدهان بالرول أو الفرشاة المعجون البارز والدهانات الرشي الأخراج بالاستانسل استخدام الاستانسل في أماكن المطلوبة وتثبيتها بواسطة ورق لاصق استخدام الاسفنج أو الرول أو رول الدهان أو الفرشاة لتوزيع الدهان على الاستانسل ونقوم برفع الاستانسل لإظهار الشكل الجمال أما الأخراج بالاستانسل بالمعجون البارز ويمكن تنفيذها بفرض طبقة من المعجون وتوزيعه على الاستانسل بواسطة سكين المعجون ومن ثم رفع الاستانسل لإظهار شكل الزخرفة الجميلة المختارة مسبقة وهنا بدهانات الرش وهو عبارة عن استخدام دهان الرش لإضافة الدهان على الاستانسل المثبت في الأماكن المحددة بواسطة ورق لاسق ثم نقوم برفع الاستانسل بحرص شديد لإظهار الشكل الجمال أما الأخراج بورق الذهب يتم وضع الغراء في الأماكن المحددة المطلوب إخراجها بورق الذهب بواسطة فرشاة ناشفة يتم وضع ورق الذهب على مكان الغراء والمسح عليه بسلاسة بواسطة فرشاة ناعمة وناشفة أو اسفنجة الأخراج بالدانتيل والأدوات المستخدمة للأخراج بالدانتيل هو الدانتيل الفرشاة الغراء ودهان الرش الخطوات استخدام الدانتيل في الأماكن المطلوبة وتثبيته بالغراء بواسطة الفرشاة يتم الدهان بالألوان المطلوبة لإظهار التصميم نقوم برفع الدانتيل بحرص لإظهار شكل التصميم يتم وضع الدانتيل في وعاء الغراء والتأكد من وصول الغراء لكل الجوالب ثم يوضع في غالب وتركه حتى يجف ليأخذ شكل على حسب الغالب الدانتيل والأسمنت يتم وضع الدانتيل في سائل الأسمنت داخل الوعاء وغمرها للداخل حتى يتمكن الأسمنت من الوصول إلى كل الجوالب ثم يتم وضعها بالطريقة المطلوبة تشكيلها على القالب وتركها حتى تجف في الوضع المطلوب ويعطي تأثيرها مثل الستائر أو المفارش المنسدلة الدانتيل مع عجينة سيراميك يستخدم الدانتيل بطريقة أخرى جذابة ومبتكرة وهي عبارة عن طباعتها داخل عجينة الأسمنت حتى يقوم من شكل المفرش بحفر زخرفته الجميلة عليه ومن ثم تشكيل العجينة بشكل مناسب الذي يتناسب مع التصميم والدانتيل مع عجينة سيراميك يتم فرد عجينة سيراميك بواسطة رول ضاغط ووضع الدانتيل عليه نقوم بالضغط على الدانتيل للحصول على أثره على الأسمنت إزالة الدانتيل بحرص شديد تنظيف وإزالة أي شوائب وغطاق صغيرة من السيراميك إزالة الزوائد من العجينة سيراميك ووضعها جانبا حتى تجف وتصبح صلبة للإستخدام الدانتيل والأسمنت يستخدم الدانتيل مع الأسمنت وهو طريق لم يجف بعد حتى يقوم بحفرة وطباعة شكل الزخرفة عليه وزالت قطعة الدانتيل بعد أن يجف الأسمنت ليتقلق بشكله الجديد والآن لنستكبل التطبيق على فكرة المنتج دمج الدانتيل مع الأسمنت أما بطريقة اللسق دمج الدانتيل مع الأسمنت عن طريق لسقه بمادة لاصقة على الأسمنت قبل أن يجف كلية لحفرة تصميم زخرفة الدانتيل على طاولتها أو بطريقة الضغط طباعة الدانتيل عن طريق الضغط عليه على الأسمنت قبل أن يجف كلية لحفرة زخرفة الدانتيل على القرص وكما يمكننا التذهب بورقة التذهب مع الأسمنت فكرة المنتج واستخداماته وهذا شكل النهائي للمنتج واستخدامه وحيث يمكننا توظيف الخامات المختلفة والمتوفرة في منازلنا لعمل المنتج واعادة هيكلته حسب تصميم الفكرة الأصلية القواعد الأمن والسلامة أولا التأكد من نظافة موقع العمل لبدء عملية الإخراج ارتداء البالط في جميع عوقات العمل لإخراجات المختلفة حماية مكابس الكهرباء حتى لا تتسخ بالدهانات التأكد من توافر كل الخامات المطلوبة أثناء العمل وارتداء الغفازات والكمام لحماية من الدهانات شكرا لحسن استماعكم نراكم على خير إن شاء الله في السنة القادمة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة